بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كنا نسمع عن حادث ما يسمى بأصحاب الاخدود حفرة الخنادق في الأرض وأضرمت النيران وجئ بالموحدين ثم صاروا يخيرونهم بين البقاء في الحياة مع ترك الدين أو أن يحرقوا إذا ثبتوا على الدين فأحرقوا جميعا إلا امرأة في الأخير كان صبي في صدرها فتلجلج صدرها وخشيت على ابنها الرضيع أن يحرق ثم ما لبث أن ترك الثديا وعنطقه الله موجها كلامه لأمه ثبتي فإنك على الحق لكي تنتح قبرك بالشهداء من أهل التوحيد قال تعالى وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد نعم جريمتهم الوحيدة وجريرتهم الوحيدة هي أنهم ثبتوا على الإيمان ثبتوا على الدين في زمن يعتبر فيه الدين وصمة إرهاب تلاحق صاحبها أينما حل وارتحل كنا نقرأ عن ذلك ونتعجب ونقول ما أقسى هذه القلوم التي تطاوعها لكي تلقي بالإنسان وهو أخوك في الإنسانية أن تلقيه في النار ثم تنام قرير العين لكن شاء الله تعالى أن يطيل عمارنا لكي نشاهد أبشع من حادث إحراق الناس في الأخاديد والتي نزلت صورة لها تتحدث عن هؤلاء الثابتين على الحق في درب الدعوة إلى الله والدعوة إلى الدين شاهدنا في 14-8 2013 وقبله عمليات حرق وإبادة جماعية للمعتصمين الذين وقفوا مع الشرعية هناك في ميدان النهضة وهناك في ميدان رابعة شاهد العالم أجمع كيف قام هذا النظام الذي جاء على أشلاء وجماجم الشعب المصري كيف أحرق هؤلاء قتلوا بالرصاص ثم غيب الكثير منهم ولا يعرف لهم أثر نحن اليوم نعيش هذه الذكرى الأليمة لكي نستخلص الدروسة التالية أولا ما هي جريمة هؤلاء الذين أحرقوا إنهم وقفوا مع الشرعية التي أفرزتها الصناديق في انتخابات شاهد العالم بنزاهتها والتي سلم فيها الشعب المصري مقالد الحكم بإرادة حرة إلى تلك الفئة التي أنشأت حزبا سياسيا يتبارى ديمقراطيا مع جميع الأحزاب الأخرى ما هي جريمتهم؟ جريمتهم أنهم قالوا لا يمكن أن تصادر حرية الشعب لا يمكن أن تسرق عياذ بالله تعالى أحقية الشعب في اختيار من يمثله هذه جريمة لا 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 هذه نوع فقط من الجريمة في ظنهم وفي زعمهم بل إن جريمتهم أنهم يدافعون عن الشرعية وعن الشريعة لأن الذي اختارهم الشعب المصري هم من يمثل الشعب المصري حقيقة الذي يدافع ليس فقط عن الإنسان المصري ولكن يدافع عن الإنسان المصري من منطلق الإسلام هم ضربوا هؤلاء لمسألتين مسألة أنهم يقفون مع الشرعية التي أفرزتها الصناديق ديمقراطيا ثم انتقموا منهم لأنهم إنما يدافعون عن الإسلام وارتضوا الإسلام مرجعية في هذا الزمان وهذا خط أحمر لا يمكن أن يقبل به أعداء الإسلام في الداخل والخارج لا الصفويين في إيران ولا الصليبيين ولا الصهاينة بل قام العالم كله كله حينما نجح الإسلاميون في مصر قاموا يخططون ويتعاملون مع مرتزقة العسكر في مصر الذين يعتبرون اليد الطولة للصفويين الصليبيين الصهاينة في منطقة مصر من أجل القضاء على إرادة الأمة التي اختارت الإسلام ليوجه حياة الأمة في كل المجالات إنهم لن يقبلوا أن تقوم دولة مرجعية الإسلام في الشرق الأوسط لأنها تهديد للبقاء الاستراتيجي لإسرائيل وما خلقت إسرائيل لتبقى في نظرهم إن قيام دولة مرجعية والإسلام هناك معناها أنها ستتحرر وسيكون قرارها السيادي بيدها إن قيام دولة إسلامية هناك إنما هي خطوة في طريق تنمية شاملة بإرادة الأمة لكي تنخرط فيها الأمة كل الأمة وتحشد كل طاقتها في التنمية كما شاهدنا في كلام مرسي إذن فهي ضربة أولاً ضد تحرير الأمة ثانياً ضد هذه الأمة التي اختارت الإسلام لكي يقوم بتمثيلها في كل الميادين هذه النقطة الأولى النقطة الثانية حينما ترون هذه القساوة التي تعومل بها مع هؤلاء المعتصمين السلميين نتسأل أكل هذا الحقد يحمله هؤلاء للإسلاميين السلميين وهم المظلومون نعم نعم يقول تعالى في كتابه لكل من أراد إلغاء القرآن في معركتنا مع أعداء المله يقول سبحانه عز وجل ودوا لو تكفرون ودى الذين كفروا لو تقفلون عن أسلحاتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ويقول تعالى إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء إنهم يبطشون بالمسلمين إنهم يفعلون الأعاجيب وما يفعل ذلك إلا إنسان يحمل في قلبه بغضا شديدا للإسلام ولأهله إنهم يبغضون الإسلام ينطلقون من بحار وجبال من السم الزعاف والبغضاء السوداء ضد أهل الإسلام تترجم من خلال كلمات تلكوها ألسنتهم هؤلاء الانقلابيين من العسكر اسمعوا إليهم ماذا يقولون عن الإسلام المسلمين إنهم متهموا مليار وستمائة مليون بأنهم إنما جاءوا لقتل سبع ملايير ولذلك ينبغي أن يؤدبوا أن يقتلوا ينبغي أن تغير دينهم ينبغي أن يغير إسلامهم ينبغي ينبغي ولذلك يتحدثون عن ثورة دينية يتحدثون عن تغيير الخطاب الديني يتحدثون عن أمور كثيرة وهذا لا يمكن أن يقوم به إلا نبي أو مرسل فرفعوا هؤلاء العسكر المجرمين إلى درجة النبوة وإلى درجة أمير المؤمنين وإلى درجة لا تقع أبدا في خلد إنسان يعيش في القرن الواحد والعشرين إذن هو ظلام ثالثا لو أن مجموعة من الكلاب مئة كلب جمعوا في مكان ثم أحرقوا لقامت قيامة المنتظم الدولي في مؤسساته في جمعيات حقوقه من أجل المطالبة بمعاقبة من يفعل ذلك لأن حقوق الحيوان وجمعيات الرفق بالحيوان لن تترك أبدا هذا الأمر يمر دون أن يحيث ضجيجا حتى ينتقم لدماء الكلاب لكن المسلمين يحرقون بالآلاف أحياء ورأينا النيران تشتعل فيهم وهم أحياء لم يتحدث أحد لم ينبز ببنت شفاء أحد سكت العرب سكت الغرب سكت الجميع إنها مؤامرة كبرى إنها جريمة في حق الإنسانية قل ما شئت من عبارات التنديد لتصف هذه الجريمة فإنك لن توفي حقها من الوصف الدقيق ولكن أين الضمير العالمي الذي يتحرك من أجل شاريط الذي دخل إلى غزل قتل أبنائها وأصره المجاهد فلم يقف فلم يمر يوم إلا ويذكر في كل الإعلام واحد وأما هؤلاء فلا باوكية لهم تركوا بل جاءت الأوامر من عواصم خارج مصر لتطمئنهم على فعلاتهم وأنهم سيقومون بحملة علاقة عامة حتى يتم التمويه على القضية لا بواكية لهم لم ينصفهم أحد هذه الثالثة الرابعة جريمة الإعلاميين ماذا فعل الإعلام المجد الذي صار عياذا بالله يقوم بتزوير الحقائق والضحك على الذقون فانفضح الإعلام وانكشف ثم رابعا ماذا قال العلماء العلماء فقسمتهم إلى قسمين قسم متواطئ طواطئ مكشوفا تبين للأمة أنه أياذا بالله تلك العمامة التي يحملونها وتلك اللحية التي تزين الوجوه وتلك الكلمات التي كانت تدغضغ مشاعر المسلمين لعدة عقود تبين أنها والعياذ بلا زيت فوق الماء أو ماء فوق الزيت أو شكل بلا مظهر عياذا بالله وبيّنت أيضا فراز من العلماء لم نكن نعرف أسماءهم وحرقوا ومنهم من شردوا وهجروا لا زالوا يحملون لواء الدفاع عن الأمة ما كنا نعرفهم قط إنما عرفتنا إياهم المحنة التي مرت بإخواننا وهناك صنف ثالث من العلماء هم الساكتون وفي مثل هذا الموقف لا يسكت إلا شيطان أخرص لأن التأخير عن بيان الحق للأمة هو خداع لها ومكر بها ووقوف في صف المجرمين لأن وقوفهم في ذلك الموقف إنما يزيد الأمر شبهة وعدم اتضاح بالنسبة للأمة على كل حال نحن نعيش الآن الذكرى الثانية لهذه المجزرة ونحن واثقون أن هؤلاء المتربعين على كرسي الحكومة هناك يظنون أنهم قد نفضوا أيديهم من هذا الأمر وأنهم انتصروا وأن الشعب المصري قد استكان لكن إن الثورات دائما تمر بمثل هذه المنعطفات إن الحقائق ستبدو جليا في تمام الأيام الآتية إننا نعيش حرب وعين فمتاوع الشعب حقيقة من يقف معه ويمثله وحقيقة من يعاده ويعاد دينه سيتراكم هذا الأمر لكي تشتعل الثورة من جديد وبقوة لكن هذه المرة لن يلتف أبدا أمامها أو حولها أولئك الزائفين أولئك الذين عياذا بالله يتلونون حسب المصلحة إن هذا من خيرات الله تعالى المنبثة في المحنة أن الله تعالى أفرز هؤلاء وأن الثورة القادمة ستكون ثورة صادقة مبنية على المضحين الذين يخلصون قلوبهم وأعمالهم لله ومع هذا يكون النصر نعم ستزداد لائحة التضحيات وستزيد إن شاء الله تبارك وتعالى القربات وإن أي ثمن ندفع من أجل حرية الأمة لاسترداد قيمتها وقيامها بالشهود الحضاري هو قليل في مقابل الذي يأتي من خير لهذه البشرية ستزول هذا النوع من الاستبداد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون خلافة يكون ملك عام تكون ملك جبرية ثم تكون خلافة على منهاج النبوة لأن الصورة التي يقدمها مرسي وأصحابه في السجن من ثبات وصبر وأنهم مستعدون أن يضحوا بأنفسهم من أجل الحق الذي يحملون لهو من التباشير التي تملأ قلوبنا أملا في غد مشرق ستعود فيه الكلمة للإسلام وللمسلمين أحب من أحب وكره من كره لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار لا يبلغن هذا الدين ولكنكم قوم تستعجلون فنسأل الله تعالى سبحانه عز وجل أن يعيد للأمة عزتها وأن يبرم لها أمر رشد يعز فيه الدين وأهله ويذل فيه أهل المعصية وجميع من يلتف حولهم من الانتهازيين والمنافقين حادث رابعة سيكشف في المستقبل عن وثائق الحقائق التي وقعت يقولون متاهو قل عسى أن يكون قريبا وصلى الله على حبيبنا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر